السلام عليكم أهلا بكم في المحاضرة الأولى من الكورس التانى Understanding Linux الكورس اللي فات كان تركزنا على مجموعة من الـ Concepts والأفكار العامة اللي محتاجين عشان نبتدي نعرف الكيورد اللي تستخدم في الفيلد الكورس ده مختلف لانه هيمسك حاجة واحدة ونركز عليها كويس وهي الـ Linux والـ Command Line Interface الحقيقة الكورس ده هيبقى فيه hands-on بطريقة كبيرة لان احنا هتعامل مع كمية كبيرة جدا من الـ Commands والأوامر اللي يستخدم في الـ Linux المحاضرة دي مش هنبتدي ندرس بقدر ما احنا هنعمل overview على الكورس والكورس المحاضرات هتكلم عليه ونتكلم برضو عن التوقعات سواء التوقعات قبل الكورس أو التوقعات ان شاء الله لما نخلص الكورس كورس أرجو ان المحاضرة تكون مفيدة وأرجو انها تكون تدينا تخيل عن ان شاء الله المجموعة المحاضرات اللي هتيجي بعدها باسم الله يبقى ان شاء الله النهاردة هنجو ثرو كورس overview اول حاجة نحب ان اعرف شوية حاجات اساسية عن الكورس الكورس دا ذا ما قلنا هيبقى بيشرح ونحاول نماستر الكورس الكورس هيبقى موجه اكتر ناحية الـ بمعنى هتلاقي فيه بعض المواضيع هنخش فيها in depth اكتر من اي كورسات linux العادية وبعد المواضيع هنلاقي نفسينا بنعدي عليها بسرعة او يمكن ما نعديش عليها خالص فالسبب في كده ان احنا هنستخدم المعلومات اللي بنعرفها في الكورس دا ان شاء الله في الكورسات اللي بعد كده بس دا ما يمنعش ان الكورس برضو المفروض يبقى مفيد لأي واحد عادي يتعلم linux ويستخدمه كيوزر عادي يعني هنلاقي فيه ماثم الماثم الماثم ويستخدمه حتى لو مش مجال الموضوع التاني قبل ما ندخل في الكورس وهو البريريكوزر للكورس او ايه المتطلبات المفروض الواحد يبقى عنده قبل ما يدخل في الكورس اول حاجة مطلوب ان الواحد يبقى عارف مبادئ يعني ايه linux يعني ايه operating system وظيفته ايه ايه دوره حاجات شبهة كده ال open source ايه معنى open source وهكذا اللي هي ال very high level concepts عن ال operating system وعن ال linux الحاجات التانية انا عايزكو تبقى عندكو انستوليشن لل linux على الماشين بتاعتكو الكورس ده ان شاء الله هيبقى hands on بمعنى ان احنا مش مجرد هنسمع كلام وخلاص ومعلومات نعرفها وخلاص لازم نجرب بايدنا وساعات التجربة بالايد دي بقى احسن لو انت بتجرب اثناء المحاضرة يعني بتاخد حاجة معينة بتعمل pause للفيديو بتجرب الحاجات دي بنفسك بعدين to move on with the course it's very important ان الواحد يعمل الحاجات دي بايده لان الواحد كل ما هو بيشايف وخلاص ممكن الحاجات تدخل في بعضها وممكن يبقى حاس نوع اوكي سهلة لغاية ما يجربها بايده it's very important انك تجرب الحاجات بايدك ان شاء الله انا شغال بالوبونتو distribution لو انت عندك ال installation حاجة ثانية it's okay لان معظم الحاجات هتلاقيها مش شبيهة بس لو انت هتعمل installation جديد افضل انك انت تعمل الوبونتو الوبونتو من اكتر وعشان كده يفضل ان احنا كلان يبقى شغالين على نفس distribution عشان الفروق الصغيرة اللي ما بينهم ما تدقيقناش اثناء الكورس انا شغال بالضبط على ال LTS version بتاعت الوبونتو برضو لو انت بتعمل وعايز تبقى بتضبط على نفس release انا شغال على LTS release اللي هي long term support release لو انت لكش ال background ديت اتبقى انت تخدم الكورس الاولاني في مجموعة الكورسات بتاعتنا اللي هو كان التايتل بتاعه introduction to embedded linux المفروض الكورس ده هيبقى فيها مؤكورس قصير الهدف منه ان احنا نجو through basic concepts يعني operating system ويعني لينكس ونعمل برضو ونعمل فيه installation لللينكس بلا. فلو انت ما عندكش المطلوبة للكورس انك تاخد المحاضرات الاول بتاعت الكورس الاولين. الحاجة المهمة تانية الكورس ده لا يتطلب اي يعني مش هزين تكون بتعمل او غيره. لان احنا هنتكلم حاجات على مستوى. مش هنخش في لسه في هذا الكورس. فطبعا ده ما يمنعش ان اول ما نبقين نخش في هيبقى حاجة اساسية في شغلنا. بس مش للكورس ده. تمام كده يبقى احنا كده خلصنا اللي هي الجزء الاولين من المحاضرة اللي هو بس بجرد الهاي لفل عن الكورس ان جانرال. نيجي بقى نتكلم شوية عن اللينكس. واحنا نقدر ناكسس اللينكس او نتعامل مع اللينكس بطريقتين. من الطريقة الاولانية هي الطريقة اللي هي using graphical user interface. حاجة كده زي الويندوز. اللي عند الاشتغل شوية على اللينكس. هيحس ان ايه الجوي بتاعه او اليوزر انترفيس بتاعه. شبه جدا بالويندوز. يعني في ايكون و double click و drag and drop. وحاجات كثيرة جدا شبه الويندوز. فالو انت شغال بال access method ديات. فهتلاقي بعض اختلافات طبعا بس مش ايه مش اختلافات كبيرة. الابروتش التاني انك انت تستخدم command line interface. حاجة كده شبه الدوز. طبعا شبهه بس يعني خارجيا انما في الحقيقة هو اقوى بكتير جدا من الدوز. وفيه امكانيات اكبر بكتير جدا. بس شكليا هو شبه الدوز. احنا في الحقيقة هن يبقى تركزنا اكتر على command line interface. لان هو ده اللي هيناسبنا اكتر كdevelopers. الجزء بتاع. بالنسبة الواحد عايز يعمل حاجة بسيطة خالص. يكتب فايل. يخش يعمل انترنت براوزنج او اي حاجة دي كده. بس بالنسبة لشغالين احنا هيبقى تركزنا على command line interface. وهنا يجي السؤال الرئيسي الاي واحد بيدوره في دماغه اول ما يسمع الحكاية دي. الله. واحنا نتعلم command line interface. واحنا وده مش ويندوز خلاص باننا بنشتغل على user interface والجوي والكلام ده. هل ده عودة يعني خطوة الورا. يعني هل ده يعتبر نوع من ان احنا من اولد فاشن ولا بنجت one step behind وشاشة سودة والواحد عادي يكتب كتابة وكده. هل هو ده هل دي setback. الاجابة لا. طبعا لا. دي مش setback ولا حاجة دي اكشولي command line interface بيديني حاجات عمر ما الجوي بيعرف اول حاجة. انه هو بيديني control قوي جدا. الجوي او ال graphical user interface هو عبارة عن مجموعة من الويندوز ومجموعة من ال options. الجماعة بتوع لو احنا بنتكلم على ويندوز. الجماعة بتوع مايكروسوفت قرروا ان هما يسمحوا لليوزر انه هو يغير فيها. فهي عبارة عن مجموعة او subsets صغيرة جدا من اللي ممكن يتعامل. بس هما ده شوية الحاجات اللي هما قرروا ان انت كيوزر من حقك تعملها. اه طبعا ده يا اما لعشان هما مش عايزينك تاكسس الحاجات التانية خايفين من اللي طبعا الواحد لما بيخش في حاجات التفاصيل ممكن يبوت الدنيا او انه هو انت يحسين انك مش محتاج تخش في التفاصيل ده. اذا هو بيتعامل معاك كأنك يعني الجرافيكال يوزر انترفيس ده اكنك كده طفل صغير من حقك كده تعمل كده وكده وكده وخلاص ممنوع تخش القضاء دي وممنوع تخش القضاء دي انت من حقك الحاجاتين دول كده تتعامل معاهم وخلاص ده الجرافيكال يوزر انترفيس انما بالنسبة ليه الـ CLI او الكوماند لاين انترفيس لا الـ Operating System مفتوح تماما قدامك تقدر تعمل كل اللي انت عايزه مفيش لمس على الامكانيات اللي تقدر تعملها عشان كده هو كديفالوبر انا همني الكنترول القوي ده فدي اول حاجة الحاجة التانية ان احنا هنكتشف ان احنا لما نعمل كوماند لاين انترفيس ان فيه حاجات معينة انا اقدر اعملها واسرع كتير من ان انا اعملها بالجوي لو انا عايز ابسط مثال لو انا عايز مثلا امسح فايلات كل الفايلات اللي مثلا فيها كلمة كذا او عايز امسح كل الفايلات اللي بتاعها اكتر من كذا او عايز اعمل او و Sand اوجبتدر او diteit لكل شهر في السنة ابتدأ من سنة السبعين للسنة Defender 2014 حاجات زي هتكتشف انك تعاملها بال Hybrid متى Kriter لك عدد كبير جدا من الكليكس. انما انت في حالة الويندوز سعر في حالة الـ CLI هتلاقي ممكن تعمل كوماند او اتنين وتلاقي نفسك عدد تتحقق التاسك. فاذا الـ CLI بمكنك نمرة واحد بيديك كنترول قوي جدا. نمرة اتنين هتكتشف ان هو اسرع كتير جدا من الويندوز. الحاجة الثالثة ان الـ CLI بمكنك انك تعمل اوتوميشن اند سكريبتينج. يعني انا بعد ما اتعلم كل الكوماندز ديت اقدر احط الكوماندز ديت بترتيب معين جوه سكريبت او جوه اللي هو برنامج. واقدر اوتوميتها انها تبقى تشغل كلها وارا بعض. طبعا ده في بيفيدني جامد جدا سواء في ادفانس تاسكس كيوزر او كديفالوبر بعد كده هلاقينا حاجات كتيرة جدا. عايد اه اه في مجموعة كبيرة من من الحاجات عايد اعملها وارا بعض بطريقة مكررة فهو محاضطها في سكريبت وبرناها بعد كده. ويبقى الجملة اللي احنا نعرفها من القارنة بين الجوي وبين اليوزر انترفيث هي ايه. الجوي هو وسيلة علشان التاسكس البسيطة تعرف تعملها بسهولة. انما اليوزر الـ CLI هو الوسيلة انك يخلي لك التاسكس الصعبة الغير اللي هي انت فاكر انها مش ممكنة يخليها لك دوبل. عشان كده هو احنا تركزنا ان شاء الله هيبقى على الـ CLI. طيب بيوند كده كمان الـ CLI هنكتشف ان هو اروش كتير جدا التعامل معه من الجوي يعني عمرك مثلا شفت حد هاكر قاعد بقى يكليك على شوية ايكون ودوبل كليك هنا وبعني يملى ديالوك بوكس وهو وهو. لا طب ليه لا مش نتيجة ان دي ما اتفقنا الـ control القوي جدا بيجي اكتر مع الـ CLI. ولو كل الكلام ده ما اقنعكش ان الـ CLI هو طريقة افضل او اقوى للتعامل مع الـ OS كفية نقول ان احنا انشغل يعني ايه يعني معظم السيستم المتعامل معها ما لهاش يوزر انترفيس اساسا. احنا كل يعني بمعنى ان CLI is all what we've got. يعني هو ده كده فحت يعني لو ما قدرتش اقنعكم بالاتنين اللي قبل كده السلايد الثالثة بتقول لكم حتى لو مش مقتنعين هو ده اللي هيبقى معنا وخلاص. عشان كده هو عشان كده هو مش ايه الواحد لازم نبقى يعني عارفين ان التعامل مع الـ CLI is not a setback from الجوي بل بالعكس هو اه هيدينا امكانيات ما كناش نعرف نعملها عمرنا بالجوي. طيب نبتدي بقى نتكلم عن بتاعة الكورس بتاعنا ان شاء الله. الكورس بتاعنا هيغطي مجموعة من الطوبيكس. اه كل الطوبيك هيبقى اما محاضرة اما اكثر. فلما انا اه حسب الطوبيك ده بتنسبة لنا عايزين نخدش في دابس فيه ولا لا. فانا انا يعني مش هجو ثرو محاضرة بمحاضرة ولكن هجو ثرو كويكلي المين طوبيكس اللي هنجو ثروت. اه اول محاضرة هتكون عن ان رابينج لينيكس. انا افترض ان اللينيكس ده جيالنا شايفينه صفار بوكس مقفول نتكلم عنه كده كحاجة مبهمة. عايزين نفتحه و نبص في ايه جوة البوكس. هو ايه من جواه في ايه? فهن اخد محاضرة بس. ما نهكس بلور جهاز. بذبط انت بيجي لك جهاز اول حاجة بتفتح البوكس. بتطلعه. تبص وهو في ايه? وهو في كم زرار. وهو في شاشة لا اعمل ازاي هو لونه ايه حاجات كده فهنتعرف عليه مجرد تعارف على ايه الانكس وايه الكمبوننس بتاعتي المحاضرة اللي بعد كده هنتكلم عن الابي سي او البيدي كونسبس ان كومانز الحاجات البسيطة اللي التعامل فيها مع الانكس حاجات بقى في مستوى ازاي نكابي فايلات و او ازاي نحرر الحاجة من مكان لمكان ازاي نعمل رينيم لفايل او نمسح فايلات او ازاي ازاي ننفيجيت او نموف من مكان لمكان ونعرف احنا واقفين فين ازاي نكرييت لينكس او شورتكات وكريتنج ديركتوري وحاجات كتيرة كده بهذا المستوى يبقى المحاضرة هدية هتبقى مجرد ان انت عشان تعرف ازاي تعمل موفون او ازاي تتعمل مهمات البسيطة بعد ما نعرف شوية الحاجات البسيطة نج scholars الوجه ايه نعرف ازاي ن export لاني هنلاقي ان الانكرو مليان كمانز مليان كماند وكل كماند في 5000 اوبشن احنا طبعا مش هنجو سرو كل كماند وكل اوبشن ولكن هناخد الحاجات اللي هي ال popular اللي هي عادات بيستخدمها كتير اللي هي تناسبنا دلوقتي ونشتغل عليها ونعرفها ونتمكن منها بعد كده هو انا عايز اعمل حاجة specific اقدر ازاي اعرف ايه ال اوبشنز الاخرى المتاح او ان انا اخدت حاجة ونسيت ايه ال اوبشنز اللي كنت بعمل الامر ده ازاي فده ازاي ازاي اعرف الاوامر اللي يتشغل بها ازاي هنلاقي ان اللينث بيتحلي مجموعة من الطرق علشان اسيك هيلب او اجات سورتوف دوكمنتيشن عن الاوامر بتاعتي القطوة اللي بعد كده ان احنا نتعلم شوية اكتر عن الشال الشال دي اللي هي البرنامج اللي انا بيقرأ الكومانز بتاعتي بيعمل لها بارسنج يعني بيفهمها ويبتدي ينفزها فعليتين نعرف ايه انواع الشال الشال بتعمل ايه ايه انواع الكومانز اللي ممكن تتحط على الشال وحاجات كده related للشال فدي ده كده بحيث ان احنا نبعارفين التول اللي احنا بنحط فيها الكومانز بتاعتنا ايه انواعها وايه بتأدي بدورها ازاي الخطوة اللي بعد كده هنبتدي احنا الوقتي عندنا مجموعة من البيزيك كومانز نعرفه عايزين نشوف ازاي ممكن نركب البيزيك كومانز دي مع بعضه بحيث ان احنا نعمل كومبوزت كومانز بمعنى انا عايز اعمل اكتر من كوماند ورا بعض واحد مثلا يستلم الاوبوت كوماند والتاني يستلم الاوبوت بتاعه ويبروسسه مثال اه عايز عندي لوك فايل عايز مثلا اطبع لوك فايل بس بدل مطبعه على الشاشة لا عايز ادي الوق فايل ده بيسيرش فيه على كلمات معينة اطلع الاوبوت بتاعه سيرش بدل مطبعه لا عايز ادخله على سيرش في وسط الحاجات دي على الحاجات تانية اطلعه عايز بدل محطه على الشاشة عايز مثلا اعد عدد السطور اللي فيه حاجة زي كده فايه ان انا بكون مجموعة من الكومانز بركبها وربعة او ايه اشكال تانية فيه ممكن ازاي اعمل الكوماند ده على كل الفايلات اللي في الفولدر بتاعي وهكذا فدي المحاضرة دي هتعلمنا ازاي نتعامل مع الكوماند نركبها مع بعضا المحاضرة اللي بعد كده او الطوبيك اللي بعد كده هيكون عن التعامل مع التكست فايلز الحقيقة التكست فايلز ليها اهمية بصفة عامة بس ليها اهمية خاصة في اللينكس وليها اهمية اكتر لنا كديفالوبرز ليه الاول حاجة الكود بتاعك تكست فايلز يعني السورس كود بتاعنا تكست فايلز الكونفيجريشن فايلز بتاعت اللينكس كلها عبارة عن تكست فايلز الوقفايلز اللي نتعامل معها التكست فايلز اله تي تي بي فايلز اله تي بي عارة autograph Graphics فايلز حاجات كثيرة جدا هنبتشف انها تكست فايلز وبالتالي انا احب ان انا اعرف ازا يتعامل معها لان انا كفي اللينكس هلقي لان انا quatro هنتعامل معها ازاي اليديتور اللي هني استخدمها وايه الشويه التوولز بنتعامل بي يه الخطوة اللي بعد كده هنتكلم على الانفيرومنت و الانفيرومنت بصفة عامة اللي هنا في الانفيرومنت هنتشف ان الانفيرومنت في مجموعة الانفيرومنت دي فيه very rich set of environment بتمكنني من حاجات كثيرة منها حاجات شكلية زي مثلا البرومت بتاعت شكلها عامل ازاي وحاجات شكلية وفيه حاجات اساسية مثلا ال post بتاعتي عاملة ازاي لما ارن برنامج معين او ارن كماند معين ازاي بيلاقي ال binary اللي بيرن عليه ده وحاجات كثيرة جدا هنتعرف على ال environment ازاي نغيرها ازاي ن save it ازاي ن set it وهنشوف الكلام بعد كده هنبتدي نتعامل مع ازاي نخش نعمل search على الفايلات ازاي find files طبعا دي بالنسبة لكم انتم جربتوها في ال windows بتكتب اسم الفايل بي search عليه ازاي نعمل كده في ال linux واكتر من كده طب ازاي search مش باسمه بس عايزة search بال size بتاعه عايزة اشوف الفايلات اللي انا اشتغلت فيها من مدة معينة عايزة اعمل mix الفايلات اللي حجمها اكتر من كده وفيها كلمة فلانية وهكذا هكتشف ان عندي very rich set of skills قدرة اتعامل معها في searching for files بعد كده هنتكلم عن archiving and file compression وهنكتشف نعمة منحتاج حاجات دي كتير فنتعامل معها بعد كده هنتكلم عن users and permissions زي ما احنا كالقولنا قبل كده linux is a multi user اس يعني ايه يعني عندي ايه ممكن يكسسسه اكتر من user وممكن يكسسسوه في نفس الوقت او في اوقات مختلفة من بعض وقلنا ان كل user عنده وليكن الفايلات بتاعته ازاي ان احنا نظبط اولا ازاي نكاريت او نكاريت ازاي نغير permissions على الفايلات المختلفة ازاي يخلي الفايل ده read only او read write او shared ما بين الفرنيين ازاي يتعامل مع users واتعمل مع permissions بعد كده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو process management احنا برضه اتفقنا ان linux is a multi tasking operating system يعني في اكثر من process بترن في نفس الوقت طب ازاي ارن process ازاي يرنها في foreground ازاي يخليها في background طب ازاي schedule process ترن في وقت معين طب ازاي عرف في كم process بترن دلوقتي طب اعرف مين اللي رنهم طب واخدين memory طب واخدين disk space طب واخدين processing power طب عايز اعرف load اللي على الكمبيوتر دي حاجات كتيرة جدا مهمة ومتبقى very handy و especially لو انا بتعامل developer بكتب برنامج اعرف البرنامج بتاعي ده overloading computer ولا لأ مين اللي فين البروسيس اللي بايه اللي مع الطالة الدنيا وهكذا بعد كنا نتكلم عن حاجة related للبروسيس برضو وهي نتعرف على signals دي وسيلة ازاي ان انا اقدر ابعت signal لبروسيس عشان اقتلها او عشان اوقفها مؤقتة او عشان اريد خليها او حاجات تانية يعني ايه signal ازاي بنبعثها ايه انواع signals اللي بنتعامل معها وهكذا برضو ده من الموضوع الرئيسي جدا ليا كdeveloper لان هنكتشف ان احنا واحنا بنعمل development هنلاقي كتير جدا بنتعامل مع signals بعد كده هنتكلم على package management يعني ايه يعني ازاي نستول software packages على المشين بتاعتي هنكتشف ان فيه كذا طريقة وفيه طريقة high level وطريقة low level طب ازاي حدد وازاي اننا الحاجات اللي انا عشان ان انستول لل package الفرانية الذي يبقى عندي version الفرانية من ال package التانية وهكذا ازاي اتعمل مع كده ازاي اعمل un install وفدي ده الموضوع topic بتاع المحاضرة بعد كده هنتكلم على regular expressions طبعا ال expressions regular expressions ده عبارة عن very powerful tool بيستخدمها سواء user او develop في اداء بعض التاسكس هنكتشف انها من الموضوع المهمة جدا اللي هتفيدنا جميل جدا وفيه tools كاملة معتمدة على موضوع بعض كده هندخل في networking وازاي استخدم linux cli علشان اعمل networking task ازاي مثلا اخش على مكنة تانية اعمل telnet عليها او ssh ازاي اعمل ftp من ماشين تانية ازاي اعمل الكلام ده بطريقة scp ازاي انا ادونلود فايل من على الانترنت من command line وهكذا فدي مجموعة كبيرة من الحاجات هنتعامل معها في networking بعد كده هنتكلم على file system نعرف ايه file system بما فيها ايه الفايلات ازاي بتحط على الهاردسك او على storage device بتاعي ايه انواع file systems اللحظة نتعامل معاها ايه الفروق ما بينها ايه الفايل سيستم المناسب بده انا احطه على هاردسك و احطه على flash لما انتم عارفين احنا احنا متعامل مع embedded system بيبقاش فيه عندي هاردسك بيبقى عندي flash وبتالي لها special types of file system مناسبة لها اكتر ايه الفايل سيستم المناسبة ليه big system او ايه المناسب لحاجات السوائر وهكذا فدي كلها مجموعة من topics اللي احنا هنكافر ان شاء الله في الكورس ده ده ما اتفقنا في بعض topics هنعدي عليها بسرعة وفي topics هنركز عليه طيب ده كده بنسبة لل coverage على تعالوا نتكلم شوية عن الكورس او ايه ان شاء الله ايه اللي احنا عن الطرق اللي احنا او الكورس هيتعنا ان شاء الله يمشي ازاي اول حاجة الكورس ده لازم نتفق انه هو hands on كورس يعني زي ما قلت قبل كده I expect you to try كل الحاجات اللي احنا بنعملها مش كيفينك تتفرج على المحاضرة وتقول او كويس كويس حاجة جميلة جدا لازم لازم وساعات بي بري جود انك تتتتتتتتتكا كلام ده تتتتتتكا كل حاجة او لاتني تتتتتت التتتتت حشان كده هو يا ريت لو انت نفس المحين اللي انت تتتتفرج بها على المحاضرات يبقى برضو عليها linux is running بحيث انك انت تتتتت كل حاجة بناخدها في المحاضرة و انا برضو من ناحيتي اقوم بقى اقوم بقى اقوم بقى محاضرة على محاضرة لان انا عارف ان المحاضرة اولا ان المحاضرة هيبقى فيها كل التفاصيل لان انا مش هادر ارص كل الابشن المتاحة وكل الحاجات المتاحة فلازم يبقى عندك حاجة ترفير لها الحاجة الثانية ان في الاخر الكمانس ديه صعب ان الواحد يفتكرها كده من المحاضرة وبالتالي يبقى محتاج يبقى عنده ريفرنس ان هو لو حاجة معينة مش فاكر التعامل ازاي ان هو يرفير توه فان شاء الله هيبقى دايما فيه كل محاضرة او ما اقول لكم مثلا الشابتر فلاني من الكتاب الفلاني النوت للحاجة الفلانية السلايد الفلانية وهكذا بحيث ان احنا نبقى عندنا دايما ماتيريال تسابورت الكونتين بتاع المحاضرة برضو انا سرقاوت المحاضرة هبقى بحط اسئلة في النص كده على الحاجات اللي احنا بناخدها الهدف من الاسئلة ديه ان انا عايزك انك انت تبقى اكتف في المحاضرة مش مجرد قاعد بتسمع لان زي ما اتفقنا في حاجات كتيرة جدا يجب ان تحاول ان تفاقط فيريد لما يجاى لك سواء كده بقى بإضافة الفيديو احاول ان تفاقط تحاول ان تحاول ان يخاول ان تحاول ان تحاول ان تتحاول ان تحاول أن تساول غير كده ان شاء الله بعد المحاضرة ما تخلص هبقى بوست مجموعة من بحيث انك انت تعرف تجرب تمشي ايدك في الحاجات اللي اخدنها في المحاضرة هي بحاجات بسيطة وبعض الاحيانات هي بحاجات مركبة لكن الهدف هنا انك انت تجرب بنفسك وطبعا لو انت بتعمل الشغل بها في مجال اي شغل او كده هيساعدك المحاضرة ديت عملنا افرفيو على التوبيكس اللي ان شاء الله هندرسها خلال الكورس ده المهم جدا بالنسبة لي ان احنا كنا نجد ثرو الافرفيو دي علشان نبقى متخيلين ايه اللي هنتعلمه و ايه مستققه و ايه اللي نقدر نعمله بعد نهايته الكورس توقعاتي ان مع نهايته الكورس باذن الله هيكون انكون بروفيشنت في التعامل مع الانيكس و الكماند لاين انترفيس بتاعه ونبقى قادرين ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه على المشين بحيث ان احنا نبقى جاهزين ان احنا نبقى نعمل بروجرامنج او سكريبتينج ارجو ان يكون المحاضرة واضحة و مفيدة و ارجو ان يكون الكورس ان شاء الله ممتع و مفيد بالنسبة لكم و لو في ايه اسئلة او تعليقات ياريد تحطوها على الفيسبوك بيج او على الديسكشن جروب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة